وفقرتنا الأسبوعية بنتكلم عن تربية أولادنا نهاردة هنناقش موضوع جديد ليه علاقة بنفسية الطفل هو ممكن طفل يكون عنده اكتئاب هل اكتئاب ده عبارة عن ايه هل هو مشابه لحالات الاكتئاب اللي بنشوفها عند الكبار ولا لا ولو اكتشفنا إصابة الطفل أو المراهق بالاكتئاب ايه الدور اللي لازم نقوم به عشان نعالج الموضوع ده ونلحقه من بدري اسئلة كتير قوي هنجاوب عليها دلوقتي مع ضفتنا في الستوديو اللي بنورانا دايما الدكتورة ردوى سعيد عبدالعظيم استشاري الطب النفسي بالأصل العيني اهلا بك يا دكتور الله يخلي صباح الخير يا دكتور صباح الفول يعني في البداية حاجاتك تصير عوية احنا بنفتكر ان الطفل ما عليهوش مسؤولية فاحنا فاكرين كده فإيه اللي ممكن يكئبه يعني وداي ممكن كمان الكلمات اللي بنسمعها من الامات وانت مالك يعني انت ايه اللي مدايقك يعني متشتغلش بتعملش حاجة بنعرش ان هو عليه ضغوطات على قده في سنه المدرسة التمرين يمكن التنمر حاجات كتيرة قوي هل فيه فعلا بقى اكتئاب عند الاطفال ولو اه ايه هو مفهومه طبعا والمقدمة اللي حضرتك ابتدتي بيها بانه الاكتئاب مش بالضرورة يكون عند الاطفال شكله زي الكبار يعني ممكن الطفل ما يعبرش خالص بالكلام ده يمتنع عن الكلام يعني لقيه انزوة ما بقاش على طبيعته ما بقاش بيلعب بنفس الكيفية مش عايز يروح يعود عند ابن الجران زي ما كان بيطلب قبل كده ما بيكلش بنفس الكمية او ما بيكلش خالص او بيكل كتير او بيكلم عمال على بطال او بطل يذاكر فالحاجات اللي هو كان بيعملها وبيعملها باقبال وحب لا توقف عنها فيه تغير ملحوظ عصبي ابتدى يبقى عنيف ابتدى يكسر ابتدى يبقى مهمل ابتدى مش عايز يقوم الصبح او بيصهر عمال على بطال قالب ليله نهاره ودي يمكن بنشوفها كمان في كتير من المراهقين دي تحديدا بقت سمة رئيسية في الجيل اللي موجود فكرة قلبة اليوم يعني كل دلوقتي بيبقعد على البلايستيشن وعمال يلعب وخلاص ناسي نفسه اعتقد ما بقتش حاجة من الملفتة او تخلي الاب ولم يقل الا اذا كان كله عنده مكتاب دو مضوطة اه بالزبط بالزبط الا اذا كان كله عنده ضغوط والطريقة اللي بننفس بيها عن الضغوط هي ان احنا نغير او نعبر بانماط مختلفة من الحياة تاني لازم نفتكر انه الاطفال كمان لو جالهم اضطرابات عضوية يعني الانيميا نقص الهيموجلوبين نقص الحديد نقص مكونات كرات الدم الحمرة تسبب الاكتئاب فده مهم جدا لان احنا متصورين انه الاكتئاب كله اسبابه اجتماعية نقص فيتامين دي بيسبب الاكتئاب لو الطفل ده عنده اضطرابات في الهضم وده يمكن شائع جدا في الاطفال قوي يعني الرضع انه بعد ما بيرضع يبتدي يبقى مقاريف وبيعيط عنده غازات وما يسكوتش غير لو مامته انتبهت وديت له ماء غريب او وديت له حاجة علشان تفك الغازات دي لانه عملاله مغص فبالتالي لازم نفتكر كويس قوي كمان انه الطفل ممكن يكون مش واكل صح عنده نقص عنده اضطراب اخر مش بس اضطراب نفسي طيب لو هو مش ديه مشكلة ممكن يكون ايه اللي حصل ممكن يكون في مشكلة حصلت في المدرسة وهو مش عايز يتكلم فيها مش عارف يعبر عنها قبل ده كله الاطفال اللي وارسين جينات يعني هو اصلا اهل الزوج او الزوجة عندهم اضطرابات في المزاج او اكتئاب فهو اصلا من الاول عور ده انه يتعب وما بيعرفش يمانج او يسيطر او يتصرف ازاي في مشاعره فالاطفال دول لازم نبقى احنا واخدين بالنا منهم جدا ونبتدي نقلهم طرق علشان يعبروا عن نفسه صحيح طيب دكتور هل الاكتئاب ده بيصاحبه سلوك عدواني؟ يعني انا لو انا ابني عنده اكتئاب هلقيه سلوكه اصبح عدواني تجهز وملأه؟ سؤال رائع ورسالة الماجستير بتاعتي كانت مع عينة اطفال ومراهقين بيعانوا من اضطرابات في السلوك والمشاعر مع او من غير تبول لارادي فيعني ايه؟ يعني الاطفال اللي هم زي ما حيك بتقول بيشتموا بيضربوا بياخدوا حاجات مش بتاعتهم بيتطولوا على الاخرين بيخترقوا حدود الاخرين وخصوصيات الاخرين يعني بتدي يدعبس في حاجة ابوه او امه ياخد حاجات مش بتاعته يأذي الحيوانات الطفل اللي بيأذي الحيوانات وبيعبر عن كراهية ده طفل مضطرب ما هوش طفل طبيعي طبعا ومحتاج علاج والبلغين كمان اللي بيمارسوا السلوك ده دي اعراض مرضية اعراض غير طبيعية فالطفل دوات لقينا ان الكور يعني جوة الاعراض دي هو اصلا في مجمله اكتئاب هذا الطفل قبل ما يروح في مرحلة التبلد المشاعر انه هو مش فارق معا انه هو بيأذي او بيضرب او بيعود دي بقت ظاهرة بنشوفها كتير انه لا هو ما بيضربش بس بيعود لدرجة انه يعور زميله في المدرسة وده يمكن بنشوفه اكتر كمان في زاوي الاحتياجات الخاصة العض لدرجة انه يعور زميل لي وكمان احيانا انه يعور الام او الاب وجات لي حالة مسيرة جدا انه الطفلهم ما بين الطفل والمراهق كان هيشيل ودن والده من كتر كده الوضوع متطور موضوع يخد ايضا موضوع يخد فعلا يعني مش اللي هو حاجة بسيطة بيهذر معاهم لا لا فالنا انا عايز اقوله ان النقطة دي في غاية الهمية الطفل اللي ابتدى يبقى احيان مش مستحملينه في حاجة غلط يعني تبتدي الام لو هي مركزة مش منشغلة في اشياءها مع اصدقائها في شغلها في احتياجات البيت في الضغوط خطير جدا فكرة ان انا اسيب الطفل لان هو ماشي لوحده زي ما حضرتك قولي تعمل ايه بقية دكتور يعني الام اللي تشوف الاعراض دي على ابنها او بنتها هتعمل ايه هل تلجأ لدكتور كده كده لكن هل الحل الامثل سيتف تنصحه بقى علاج نفسي ولا ادوية اهم من الدكتور والمتخصص هو جو البيت وعلاقة الانثة بامها وبابوها وعلاقة الذكر او الولد بابوه وامه وانا الحقيقة قصد جدا ان انا يعني اسمي انه الاب مهم والام مهمة لان احنا دائما بنتصور كتير من الاباء لسه في المفهوم المغلوط ده بتاع انه ما هي بنت انتي لفرقة معاها او هو ولد المهم انتي ام وانتي لها تربيه دور الاب محوري في حياة اطفاله سواء في تكوين شخصية بنته او في صلابة شخصية ابنه لو هو مش متواجد الاطفال ومبرقين دول حياتهم ما بتتضبطش وبتختل ولو هو مضطرب ولو هو تعبان على طول بيؤثر على الجو البيت كله وعلى نفسية الزوجة اللي هي الام فبالتالي مش تتبقى عارفة تركز ولا عارفة تبقى مربية صالحة زي ما هو متصور ان هي بتشتغل هي كمان اوتوماتيك فسواء هو لطيف سواء هو بيعملها كويس سواء هو بيحبها سواء بيحنوا عليها زي النبات بالزبط بيرويه بالمشاعر وبالرعاية وهي كمان معاه فالنمازج دي صحية جدا لنفسية الاطفال فهنا الام والاب يعملوا ايه القرب من الطفل الانتباه انه ممكن يكون فيه امراض وراسية وانه الطفل وراسها فيبقى عندنا تدخل مبكر يعني نوديه للطبيب بدري بدري علشان لو فيه امراض عضوية اخرى تتشخص وتتعالج زي ما قلنا عنده انيمي عنده نقص فيتامين دي عنده امراض اخرى بتسبب له هذه الازمات لو هو فيه اشياء خايف يبوح بيها خايف انه يقول مثلا انه حصل معاه موقف ما في المدرسة لاحسن هو اللي يتعاقب فاننا اطمن الطفل علشان يعرف يتواصل معاه كتير بقى من الاطفال ما بيعبرش عن اللي حصل معاه او اللي مدايقه او مشاعره بالكلام زي الكبار انما بيعبر عنها اكتر اثناء اللعب فقعد العب معاه ولو اب قعد بيلعب مع بنته ويبتدي يتكلم بقى على المدرسة طب وصحباتك مين في المدرسة او صحابك مين واسميهم ايه طب مين اقرب حد ليك فابتدي افتح كلام وابتدي احط اشخصا الاشخاص دول في اللعب فاخلق حوار مختلف او في رسمه لو انا ما عنديش لعب حاجات بسيطة مش طاقة بس يا استاذ احمد هو هيبين بقى هو متضايق من مين ومبسوط من مين افتح له مجال التعبير غير الكلام الحكي غير الحكي لانه ممكن يكون هو نفسه مش عارف يقول ولا يعبر انه زميله ما بيلعبوش معاه انه هو مرفوض انه منبوز انه زي ما بنقول وكانت فترة طويلة كده موجود ده على الميديا فكرة التنمر وانه ايه دوري النهاردة كاب او ام فان انا احاوط على عيالي علشان ابقى قريب فاديهم نصايح طب دكتور رادو انا عاوز اقف هنا تحديدا في نقطة ان احيانا بيكون الطفل الاول هو طفل مدلل بمعنى كل طلباته مجابة هل ده بينعكس على شخصيته لما يكبر ويعمل له نوع من انواع الاكتئاب في حالة عدم تلبية الطلبات دي برضو سؤال خطير جدا ها ده انت تتجيني في اسئلة انه الابن الكبير لو هو الابن الوحيد كتير بنشوف انه بيبقى فيه نوع من انواع انه ما بيعرفش يتقاسم الادوار لانه تعلم انه كل حاجة بتجيبه تكاني كل حاجة بتتعمله وكل حاجة بتاعته هو هو الاولوية لان الاب عادة ما عندوش غير والام كمان والجدة وهو الحيلة فبالتالي الابنة او البنت الحيلة دي ما بتتعلمش قوي ان هي فيه اخرين وانه لازم اتقاسم الادوار وكتير منهم بيبقوا عندهم شكل في العند وبيبقى اناني الى حد ما واناني طبعا هو سنتر اوف دي وورلد يعني هو محور التمام العالم كله محور التمام بالظبط بيدور حواليه فازاي ابتدي بقى لو انا مش لازم كل الناس تجيب عيال كتير عشان تحل المشكلة انما لو ده الوضع يبقى انا ابتدي احط الطفل او الطفلة دي بقى وسط ولاد عمه ولاد خلاته ابقى حريس انه ابقى مركز في انه لو هو بيجي يحكي لي انه فلان ده واحش جدا في المدرسة ده اخد مكاني ده عمل فابتدي بدل ما اتحيزله لان كتير من الاهالي برضو بيتحيزوا العيالهم ازاي لا ده فلان ده فعلا واحش وممكن اروح اتخانق مع اهله ازاي بالظبط مع وليه امره فبدل ما اتحقق انه ابني ممكن يكون هو اللي معرفش يتصرف في الموقف انه كان ممكن يحل ده وابتدي يعني اعلم الطفل دوت ازاي او ممكن نزرع فيه ثقافة المشاركة يعني ايه المشكلة المكان ده مش بزعك لوحدك المدرسة دي لنا كلنا خليه يعود معاك او تبادله مرة انت هو قدام هو وراء يعني يبقى فكرة المشاركة وفكرة انه لما تشارك او تتعلم ازاي تعيش اللعبة دي او اللحظة دي مع حد من زميلك ده ممكن يبقى بيبسطك اكتر فكرة ان انا اعزز فكرة انك هتنبسط اكتر وانك لما بتبقى لوحدك مش بالضرورة خالص انه حتى لو معاك كل حاجة في الدنيا مش بالضرورة ان انت تسعد به صحيح فلازم يبقى الحوار فيه كمان مشاركة من الاب او البالغ مع الطفل الصغير وان انا انزل دايما لمستوى تفكيره واسمع واتفهم احاول افتح له المجال انه يعبر عن طريق اللاعب عن طريق الرسم عن طريق ان انا انزل اروح مع النادي طيب المراهقين بقى بنشوف دلوقتي سنة اكبر شوية من 10-11 سنة لغاية سنة اكبر بيغدوا جنبك من اهليهم ما بيبقواش حابين انهم يتكلموا معهم عندهم دايما احساس انه اهلي مش فاهميني مش عارف اتواصل معهم بشكل كويس الاكتعاب عند المراهقين بيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا يعني انا معاهم انا مع المراهقين دول اللي بيجولي الايادة لانه فعلا اهليهم مش فاهمينهم يعني لازم نحط هنا عشرين خط انه كل شوية كلنا مش ملاحقين على السوفت ويرز اللي بتنزل على التليفونات صحيح التطور اللي بيحصل في فرق اجيال في الاجيال وفي التكنولوجيا وفي الاشياء المرئية اللي بيشوفوها فبالتالي الاطفال والمراهقين والمراهقين تحديدا عندهم دايما الشغف انهم يتعلموا كل جديد ويواكبوا العصر وكتير منهم سابق اهليه فممكن جدا حد من الاب او الام يقولوا من فضلك يا ابني خد التليفون ده زبط لي فيه واحد اتنين تلاتة ويقولك ده الولد ده جن ده بيفهم في كل حاجة عفريت عفريت بالضبط ويجيب الجران كمان لا ادي الحاجة لمحمد ده هو اللي هيزبطها لك فبالتالي فكرة انه المراهق النهاردة شايف ان هو سابق ابو امه مفيش المواكبة في انه ماذا ده بيعمل اكتئاب؟ مش اكتئاب بيعمل بعد واول ما يحصل البعد فانت النهاردة بقيت في منقه من ايه اللي بيحصل في حياة هذا المراهق وانا الحياة تبعت شوية ان انتو كنتو بتتكلموا على التعاطي مثلا في الفقرة اللي قبل الفقرة دي على طول شايف ان الاتنين دول ما ينفصلوش عن بعض لان هو الاكتئاب ممكن يؤدي للتعاطي طبعا كل الامراض النفسية اللي بيعاني منها اي انسان بتؤدي ان هو بينجرف او بيروح في سكة من اول ان هو بيأكل كتير فوزنه بيزيد يعني هنروح ليه ما ده تعاطي للاكل ان هو طول النهار سهران برا ومش حايز يرجع البيت ما هو ده يعني سلوك بيأثر على نومه بيأثر على تركيزه بيأثر على ادائه انا كده طلعت متعاطية للأكل طيب دكتور ازاي حضرتك سريعا جدا بتتعامل انت مع الاباء ومع المراهقين في حالة زي ذي حالة تعاطي ولا حالة العلاج النفسي هو كتير من الاطفال لما بيجوا في الايادة بتبقى المشكلة عادة في الاهل يعني الاب والام اصلا بيعانوا من مشكلة وجايبين الطفل او العيل الغالبان ده هو الاصل المشكلة فاي طبيب نفسي جاي له طفل او مراهق لازم الاول يفحص الاهل كويس جدا ويعالج لو في مشكلة عند الاب والام تلاقي الام قلقة جدا عصبية بتضرب الطفل دوت فلازم نعالج الام الاول عشان نحل المشكلة او الاب بيضرب الام وصاد العياد بس ده اسهل انواع العلاج فكرة ان هي الاسرة جايبة الابن عشان تعال جيدة سهل حينا ممكن يجي لحضرتك الابن من غير الاب والام كنوع من انواع الكتمان هو عاوز يفطفض ويحكي فلقى حضرتك عاوز يشوف ايه المشكلة هنا باب تتعامل مع ازاي؟ ده في العالم الوردي يا مستاذ احمد محجي يجي لوحده عادة لانه هو يعني هيجيب منين المصروف هيعرف منين يعني تمن الكشف الا لو هو رايح الاصل العيني ده بشوفوش دارج برضو لانه ما تنساش انه مش كل الناس عندها الوعي بتاع انه انا لو تعبت نفسيا حروح لطبيب نفسي لا وكل بيتعامل مع الشخص اللي هو تعب نفسيا راح لطبيب نفسي ده مجنون وهو مش كده خالص ووصمة الطب النفسي اللي مزالت جزء منها موجود فالنهاردة لما يجيلي الطفل او المراهق لازم ابص على اهله ولازم احل او اعالج اي مشكلة عند الاب او الام الا مهما انا تعاملت مع الطفل او المراهق اللي معتمد على اهله فهو ما تعودش على انه يتعامل مع المشكلة اصلا في البيت يعني افرد انا ما عرفتش اغير او الاب مش ملتزم بين هو يجي يتعالج او الام مش ملتزمة فتقدر تكمل كمان مع الطفل او المراهق بانك تعلمه اساليب وتشتغل معاه على دفاعاته هو شخصيا بحيث انه يبقى اكثر صحة واكثر تماسكا ولكن ما ينفعش ان احنا نخفل ده والاساليب العلاق طبعا من اول اساليب معرفية لسلوكية لان لو احتاجنا في اضيق الحدود للادوية اللي مسموح بيها عالميا ومن وزارة الصحة ومن FDA للتعامل مع الاطفال لان كتير من الادوية ما بنقدرش نبتبها للاطفال والمراهق على كل حال يعني الاكتئاب بمرض حقيقي مش من صنع خيالنا موجود ولو احنا استهولنا به ممكن يكبر معاهم يبقى اكبر واكبر يعني اهم حاجة التواصل يمكن ذي الكلمة استحرية لما بين اي علاقات حياتية بين اي بني قدمين بالذات لو بين الاسرة وبعضها لازم التواصل ما بين الكبار والصغار ونتواصل معهم بطريقة صحية ليهم وعلى قد فكرهم وعلى قد سنهم كل شكرا لك يا دكتورة ردوة سعيد عبد العظيم استشاري الطب النفسي بالقصر العين شكرا لك يا دكتور شكرا